اول تعليق للتيار الصدري بعد ضجة التسريب الصوتي المنسوب للمالكي ونور المالكي يصدر تحذيرا صارما بشأن تسريب صوتي نسب له ومكتب المالكي ينفي تسجيلا صوتي متداول للاخير ويؤكد تزيفه تقنيانا السلام عليكم متابعي قناة اخبار العراق قبل البدء لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لتوصلكم الاخبار العاجلة والحصرية حيث علق القيادي في التيار الصدري احمد الربيعي اليوم الاربعاء على التسجيل الصوتي المسرب المنسوب الى زعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي وقال الربيعي في تغريدة على تويتر نحن ذاهبون الى الجمعة وملتزمون بتعليمات القائدة ولا نلتفت لكل من يريد تخريب هذه الجمعة بتسريب صوتي او بغيره ودعا اتباع الصدر الى الاستمرار بتحضيراتكم لهذه الجمعة المباركة ولا يأخذكم منها اي خبر اخر يهدف الى حرفها عما خطط لها من قبل القائدة وكان تسجيل صوتي المسرب ظهر فيه حديث نسب الى المالكي بانتقاد زعيم التيار الصدري مقترس صدر الى ذلك نفى عباس المسوي المستشار الاعلامي لزعيم ائتلاف دولة القانون هذا التسجيل الصوتية ووصفه بالمفبركة من جهته نور المالكي يصدر تحذيرا صارما بشأن تسريب صوتي نسب له حيث اصدر رئيس اتلاف دولة القانون اليوم الارضعاء تحذيرا صارما للمشاركين في العملية السياسية بعد نشر تسجيل صوتي له قام بنفيه عبر مكتبه الاعلامية وقال المالكي في رسالة متداولة انا ابلغ تحذيري لكل اخواني في العملية السياسية من عمليات التزوير والتزييف واستخدام اجهزة التقنية الحديثة في نسب تصريحات لي ولغيري وتابع المالكي انه وبمناسبة ما نشر في مواقع التواصل من كلام بذيء منسوب لي فيه اساءة لسماحة السيد مقتدى الصدر وانا اعلن النفية والتكذيب وابقى متمسكا برغبة العلاقات الطيبة مع السيدة وارجو ان لا يصدقوا ما ينشر لان ما يصلني من مثل هذا الفيديو كثيرا لكني اهمله لاني اعرف انها فتنة يبعثونها لتمزيق الصفوف واثارة الاضطرابات وفي وقت سابق نفى مكتب رئيس اتلاف دولة القانون نور المالكي اليوم الاربعاء تسجيلا صوتيا متداول للاخير فيما اكد تزييفه تقنيا وقال مكتب المالكي ان بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت تسجيلا صوتيا مفبركا يتميز بتقليد مقبول لصوت نور المالكي يتحدث فيه عن جملة من القضايا السياسية واكد ان ما جاء في التسجيل الصوتي المنشور لا يعود للمالكي وان ما نشر هو تسجيل تم تأليفه عبر تقنيات الصوت الحديثة مستخدمين تقنية الديبفيكا التي اصبحت متوفرة بسهولة لتقليد صوت شخص ما بدرجة من الدقة يمكن ان تخدع الجمهور بواسطة الاجهزة الذكية المتوفرة في الاسواق واشار الى ان تداول وبث هذا التسجيل يأتي في وقت ومنعطف حساس جدا تمر فيه العملية السياسية والواقع العراقية ويعطي مؤشرنا على ان الاعداد له كان اعدادا مسبقا ودعا مكتب المالكي وسائل الاعلام الى الحذر من الوقوع في كمائن الاخبار الملفقة التي تروج لها بعض القنوات المشبوهة واستنقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وبالوقت نفسه كشف مستشار رئيس اتلاف دولة القانون عباس الموسوي سبب نشر التسجيل المنسوب الى رئيس الاعتلاف نور المالكي في هذا التوقيت وقال الموسوي في تسجيل صوتية ان مقطع الصوت المنسوب الى رئيس اتلاف دولة القانون نور المالكي مفبركة وكثير من البرامج الصوتية يمكن من خلالها دبلجة الاصوات والتلاعب بها واضاف ان نقاوة الصوت تدل على انه انتج في استوديو خاصة ولو كان الحديث في جلسة خاصة بالتأكيد سيكون التسجيل عبر الهاتف والذي سوف ليعطي هذه النقاوة العالية كما في التسجيل المنسوبة وتابع ان اختيار هذا التوقيت لنشر هكذا تسجيل منسوبة يأتي من اجل حجد الشارع وخلط الاوراق لضمان حجد اكبر عددا ليوم الجمعة وكانت وسائل اعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطعا صوتيا لرئيس اتلاف دولة القانون نور المالكي يتحدث فيه عن زعيم التيار الصدري مقترى الصدر في عدة جزئيات تخص العمليات الامنية ضد عناصر جيش المهدية في محافظة البصرة فضلا عن محاولات التيار الصدرية للحصول على المناصب في الحكومة اتلاف المالكي يحدد موعد حسم منصب النائب الاول لرئيس البرلمانة حيث حددت كتلة اتلاف دولة القانون النيابية موعد حسم منصب النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي وقال النائب عن الكتلة محمد الصيهودة انه مع بدء جلسات مجلس النواب في الفصل التشريعي الجديد سيتم حسم منصب النائب الاول لرئيس المجلسة وحسم المنصب سيتم من خلال اتفاق قوى الاطارة ولا خلاف حول هذا الامر اطلاقا وبين الصيهودة ان الاطار التنسيقي لديه الكثير من الشخصيات المؤهلة والتي لها القدر على شغل هذا المنصب واختيار الشخصية المرشحة لهذا المنصب سيتم بعد بدء الفصل التشريعي الجديد مؤكدا ان الشخصية التي سوف ترشح سيكون عليها توافقا برلمانيا كبيرا حتى من النواب خارج كتل الاطارة كتلة كردية سيناريو 2018 هو الاقرب لحسم رئاسة الجمهورية عيث اكدت كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني في البرلمان العراقي ان سيناريو 2018 هو الاقرب لحسم رئاسة الجمهورية خلال المرحلة المقبلة وقال رئيس الكتلة جمال كوجر أنه حتى هذه الساعة لا يوجد اي اتفاق وتوافق على دخول القوى السياسية الكردية بمرشح واحد لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية والحراك السياسي مستمر للوصول الى اتفاق قبل موعد عقد الجلسة خلال الايام القليلة المقبلة وبين كوجر أننا نعتقد ان سيناريو 2018 هو الاقرب لحسم منصب رئيس الجمهورية بسبب عدم وصول القوى السياسية الكردية الى اي تفاهمات حقيقية لحسم هذا الملف من خلال التسوية والتوافق والذهاب الى سيناريو 2018 سيترك امر اختيار رئيس الجمهورية الجديدة بيد النواب اشتركوا في القناة